أهلا بكم إلى فقرة أموالك التي نناقش فيها أفضل النصائح لإدارة أموالك الشخصية أنا أكثر ناس بحاجتها والله يا سلام هذه الفقرة أكثر ناس طبعا نرحب في مستهلها بضيفنا الخبير الاقتصادي الدكتور عامر عاشور طبعا سيحدثنا أكثر الدكتور عامر عن كيف نوظف ونستثمر في سوق العمل ولكن من المنزل دكتور عامر صباح الخير دكتور سنتحدث معك خلال دقائق قليلة ولكن أود أن أضع المشاهدين في صورة ما الذي نتحدث عنه تحديدا مع تقدم وسائط الاتصالات اليوم وتقنياتها يزداد يوم بعد يوم سوق العمل من المنزل أو العمل عن بعد دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركة معينة سلام التقديرات المستقبلية تشير إلى تزايد ظاهرة العمل من بعد وفي المنازل طبعا الخبراء يتوقعون أن تناهز نسبة العاملين عن بعد في السنوات القليلة المقبلة نحو ثلثي القوى العاملة هي تقديرات تشجع عليها صعوبات الحركة والانتقال بسبب الأزمات المرورية الزحام وسط المدن وبكل تأكيد يعززها أيضا اتساع فرص العمل من خلال الشبكات المنتشرة سلام دكتور عشر رحب بك مرة جديدة يعني يمكن لكل شخص أن يقوم بالعمل من المنزل باستخدام الانترنت أو من دون استخدام الانترنت بالاستخدام الانترنت يعني ممكن أن ينشئ ربما صفحة أو أي شيء له علاقة بفكرة يمكن أن يسوق لها هذا المستثمر العمل من المنزل من دون الارتباط بالانترنت يعني الاعتماد على الجهد الشخصي في التسويق إنما السوق لن يتجاوز المدينة أو الدولة التي يعيش فيها كأبعد تقرير أما استخدام الانترنت فقد يكون أداة للتواصل مع أسواق جديدة وتقديم الخدمات العالمية دعنا نأخذ منك حديث سريع دكتور عشور قبل أن نكمل أيضا حديثنا يعني أنا لا أود الاستقالة ولكن أود جدا سأكون سعيد أن عملت من المنزل دكتور ما هي الخطوات الأولى للتفكير ببدء هذه الخطوة دكتور بداية صباح الخير لك وللمشاهد ثانيا هناك توسع كبير جدا في عملية ما تسمى بالإي منجمنت أو الإدارة الإلكترونية الإدارة الإلكترونية تتوسع بشكل كبير جدا هناك تطبيق تجاري كل ست دقائق ينزل في التطبيقات العالمية لعملية الإدارة الإلكترونية الإدارة الإلكترونية تسرع في عملية الوصول إلى المستهلك لذلك الكل بدأ ينصب شباكه في عملية الإدارة من خلال المنزل هناك استثمارات كانت تضخ بشكل كبير الآن تستطيع أن تقوم باستثمار صغير جدا من خلال فكرة تقوم هذه الفكرة بإنشاء صفحة تسوق هذه الفكرة للوصول إلى المستهلك كان في الماضي يكلف كل شركة تكلف للوصول إلى المستهلك من 130 إلى 135 دولار حتى أصل إلى المستهلك الآن زيرو كوست أو التكلفة بسيطة جدا أو لا تذكر في الوصول إلى المستهلك وهذه إحدى الأدوات التي سرعت في عملية نمو قطاع الإي منجمنت أو الإدارة الإلكترونية من خلال المنزل لذلك هناك أفكار كبيرة هناك مؤسسات كبيرة في الإمارات تتبنى هذه الأفكار من الإدارة الإلكترونية أو المشاريع من خلال المنزل عندك صندوق خليفة، مؤسسة محمد بن راشد، رواد هذه كلها مؤسسات الآن بدأت تنطلق من مشاريع صغيرة أو مشاريع متوسطة هي عبارة عن أفكار تقوم بإدارتها من خلال المنزل طيب دكتور عامر، هذا النوع من العمل طبعا هو العمل عن بعد يمكن أداؤه بعيدا في المنزل يسمى العمل الإلكتروني ولكن ماذا عن الخدمات؟ يعني الشخص الذي يقوم بالعمل عن بعد هل يؤمن الخدمات للزبائن مثلا إذا كان دعنا نقول فرصة عمل في مجال الطبخ في مجال مثلا الحياكة مثلا لا شك يؤمن هذا ولكن بمجهود أقل الكل يعلم بأن هناك في الإمارات أو في الوطن العربي بدأت تطفو على السطح موضوع الزحمة والتي هي الطاقة الإنتاجية للفرد الطاقة الإنتاجية تذهب في هذه الزحمة لذلك بدأوا يميلوا إلى الإنتاج من خلال المنزل وتقديم الخدمات بما يناسبهم من الوقت حتى يتفادوا ما تسمى بالذحمة وتقلص حجم إنتاجيتهم لذلك الخدمات هي لن تتأثر ولكن يبقى عامل الزمن أو الوقت في تقديم هذه الخدمة وما مناسبتها لعملية هذا المشروع طيب هناك فوائد كثيرة أيضا دعني ألخص لمرة جديدة ما قلته أنت دكتور هذا النوع من العمل وهو العمل عن بعد يمكن أداؤه بعيدا عن المكتب الميزة الأساسية في هذا النوع من العمل أنه يكون إلكتروني بالنسبة لصاحب العمل يمكن أن يكون لهذا النوع من العمل هذه الفوائد أن يجعل الخدمات متاحة للعملاء في غير ساعات العمل الرسمية وهي فائدة كبيرة سهولة متاحة لهم جميعا وأيضا الاستفادة من العمال الأقل أجرا والأكثر استعدادا للعمل في مراكز ومواقع مختلفة أما بالنسبة للموظف فالعمل عن بعد يضمن له أولا الحرية والمرونة حيث أنه يؤدي عمله من أي مكان وفي أي وقت ثانيا سلام التخلص من تحكم الرئيس في العمل والمشاحنات مع الزملاء أنا أكثر ما أحبه في العمل ليس مشجع لي صراحة أنا أحب أن أعمل هذا مشجع لنا الاحتكاك والعمل هو الجميل والرائع ربما يدفع الإنسانية إلى الأمام ثالثا توفير الوقت وتوفير النفقات للانتقال من العمل وإليه يوميا وأمكانية التعامل أكثر من جهة مع أكثر من جهة على مستوى العالم طيب ضمن هذه المواصفات دكتور عامر وضمن هذه الشروط يعني ألا يعطي فكرة الإنعزال إنعزال المستثمر أو إنعزال الشخص عن السوق العمل بشكل واقعي أكثر يعني أن يكون هناك فرصة عمل ولكن افتراضية ربما لا 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 شك بأن هذه التكنولوجيا هي تجعلك في قلب الحدث دائما من حيث الأعمال وإدارة هذه الأعمال ضعني أعطيك أرقام هناك سبعة ألاف عائلة انتقلت للعيش من السعودية إلى الإمارات وهذا بسبب الإيمانجمات ويستطيع أن يقوم بتسويق وإدارة مؤسساته ومنشآته من خلال ما تسمى بالإيمانجمات لذلك الخدمات لا تتأثر وإنما سوف تبقى بنفس الكفاءة لن تتأثر من حيث حجم الاستثمارات من حيث الطاقة الإنتاجية للموظف وبالتالي سوف تكون الأفضل من خلالها وهناك توجه كبير في عملية ما تسمى إدارة الأعمال من خلال المنزل ومن خلال الإيمانجمات طيب عن أي أعمال نتحدث دكتور عامر يعني بكل تأكيد سيكون هناك قطاعات أو أنواع أعمال معينة لا تصلح لأن تكون إلكترونية على الإطلاق لا شك الأعمال التي تم تركيز عليها هي ما تسمى الأعمال الخدمية بمعنى هي عبارة عن تقديم خدمة وليس تقديم سلعة السلعة لا تستطيع أن تقدمها بشكل مباشر من خلال ما تسمى إدارة المنزل وإنما الأفضل أو كفاءة أكثر هي عبارة عن تقديم خدمات وتسويق الخدمات لذلك هناك تطبيقات سريعة للوصول إلى المستفك من خلال هذه الخدمات أما بالنسبة إلى السلعة التوفى تكون فيها صعوبة بعض لأن هناك بعض المستهلكين يريد أن يرى هذه السلعة حتى يقتنع حتى يأخذ قرار الشراء أما بالنسبة إلى الخدمة فهي بسيطة والخدمة شيء غير ملموس أما السلعة فهي ملموس وبالتالي يجب أن يشاهد السلعة لذلك هي نجحت في عملية تقديم أو تسويق الخدمات أكثر من عملية تسويق المنتجات شو رأيك سلام أنت من الأشخاص اللي لازم يشوف السلعة أمامه حتى يشتريها أو أنت قادر أن تشتريها على الإنترنت أنا أتوقع أن عندما ترى السلعة هو أفضل من أنك تشتريها تثق أكثر طبعا تثق بهذه السلعة ربما تكون مثلا من خلال الإنترنت منظر فقط لكن عندما تشتريها ربما تكون مضرورة على سيرة الموضوع دكتور أنا في بعض الأحيان أحتال على الموضوع أبحث عنها في السوق وشاهدها أتأكد أنها تناسبني بعدين أطلبها على الإنترنت قد تكون أرخص في كثير من الأحيان كما ذكرت قبل قليل هذه أحد الفوعد دكتور أليس كذلك لا شك قرار الشراء من عملية المشاهدة لا تتخطى نسبة 13% ولكن قرار الشراء في عملية اللمس السلعة تتخطى نسبة 72% لذلك هناك كما ذكرت بأنه عملية تقديم الخدمات كانت أفضل لأنها شيء غير ملموس أما بالنسبة للسلعة يجب أن يشاهدها المستهلك وأن يلمسها حتى يستطيع أن يأخذ القرار بشكل كبير أما بالنسبة للسلعة هناك تختلف ما بين المشهد وما بين الحقيقة لذلك هنا يكون فيه قرار خاطئ في عملية الشراء لذلك هم يحتاجوا إلى عملية وضوح أكثر في عملية الخدمات وتقديم الخدمات أكثر من السلعة طيب دكتور عامر اقتصاديا من ينظم هذا الاستثمار عن بعد من ينظمه هل هو رب العمل ربما ليس لديه خبرة اقتصادية أم يستعين بخبراء مثلا اقتصاديين لا يستعين بخبراء اقتصاديين وخبراء اي تي وخبراء ماركتنج تسويق حتى يستطيع الوصول إلى المستهلك المستهلك ليس بالسهل الوصول إليه من خلال إقناعه بهذه الخدمات ويريد أن يحصل على الخدمات بأسرع وقت بأقل تكلفة بأقل جهد وهي ما تسمى بكفاءة الحصول على هذه الخدمة لذلك هم يحتاجوا إلى فريق تسويق إلى فريق اي تي للوصول وإقناع المستهلك المستهلك الآن أصبح ذكي ذكي جدا يستطيع أن يفرق ما بين الخدمة والسلعة الجيدة والخدمة السيئة حتى يصل على مبتغاء من عملية الشراء لذلك الآن بدأت هناك إدارات كبيرة من خلال بعض المواقع أو أغلب المواقع وبالتالي لو نظرنا على عملية التسويق الإلكتروني قارن ما بينه قبل خمس سنوات ما بينه الآن هناك في عملية شراء تضاعف أضعاف كبيرة في عملية الشراء الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية أثر من كانت في السابق صحيح تقييمك التبني العربي لهذا النوع من الخدمات دكتور يعني أنت ذكرت الإمارات ولكن عندما نضع الإمارات في هذه المراتب يعني هناك كفتين هناك الإمارات وهناك العالم العربي لأن البنية التحتية هي جاهزة بشكل رهيب في الإمارات لهذا النوع من الأعمال دكتور كيف تقيم تبني باقي الدول ما الذي يجب عليهم فعله للوصول إلى مرحلة متقدمة فيها كما تفضلت الإمارات هي أرض خصبة لنمو هذه الأعمال نتيجة الأمن والأمان لديها في النظام المالي أما في بعض الدول العربية لا يوجد هناك ما يسمى بالنظام المالي أو أن يكون آمن يعني هنا في الإمارات تستطيع أن تعطي الرقم من الكريدت كارت وأنت متطمن صحيح بسهولة بالضبط وأنت متطمن لكن في الدول العربية هناك تخاف نتيجة طرق الاحتيال لذلك على الدول العربية أن تراجع اللي هو النظام الآمن أو النظام الأمني في عملية اللي هي البنكي أو التداول البنكي أما في الإمارات فهي بلد آمنة من حيث اللي هو النظام المالي السيكوري نعم إذن من دبي الخبير الاقتصادي الدكتور عامر عاشور شكرا جزيلا لك دكتور عامر شكرا جزيلا